سهل فل والهانة والسعادة والحب وقوة والرد عليك يا حبيبة قلبي وحشتيني قوي من البارح قبل ما هنعمل مقدمة النهاردة عندي تنويه عايزة اقوله دلوقتي هنفتح التليفونات اول لما المقدمة تخلص لانه اول فقرة فقرة فيها هدايا كتير فيها مسابقة هسألك اسئلة وانتي الجاوبي عليها الحقيقة ان احنا قلنا ان يوم الثلاث اللي جاي يوم واحد وعشرين مارس كل سنة وام طيبين كل سنة وكل ام طيبة وكل سنة كل بنت هتبقى في يوم الايام ام طيبة وسعيدة وجميلة ولزيزة فايحنا قلنا نعمل ايه نعمل مسابقة مسابقة دي فيها هدايا كل هدية هي مش هدية هي هدية عبارة عن مجموعة من الحاجات الكتير قوي فيه شنة كل هدية فيها شنة وفيها الجزم وفيها فاوترز او اسايم شرة لمحلات وفيها طرح وفيها منتاجات طبيعية للبشرة للشعر الحاجات اللي بتطول الشعر الحاجات اللي بتزبط البشرة هدية كبيرة جدا فاولا ما احنا هنخلص المقدمة دلوقتي حالا اللي انا هقولها دلوقتي هنفتح مباشرة التليفونات انا بطلب من مخرجنا العظيم بس يحط التليفونات دلوقتي وانا بتكلم السواني دي لحد ما نقول المقدمة التليفونات هنحطها هنفتحها مباشرة بعد المقدمة علشان نقدر ندخل اكبر او اكتر عدد ممكن من المشاهدات المشاهدات البنات او الستات هم عشرين هدية عشرين هدية زي ما قلت كل هدية هتبقى هدية كبيرة جدا نزلنا جماعة التليفونات ولا ابدأ المقدمة هي دي التليفونات اللي حضراتكم هتقدروا تتواصلوا منها او بيها لنا اول لما هقول يلا الفاصل اتصال والمشاركة انا اول مرة تصدقوا واحنا بنخلص الموسم اعرف الارقام بتاعتنا اتنين ستة كام اتنين تلات ستة يا خاربي دي انا ما بدش بشوف خارس ان شفتها اتنين ستة تمانيتين وان شاء الله كلكم تكسبوا ان شاء الله كل واحدة عايزة تكسب هدية كبيرة هدية ليه هدية الماما تدخل على طول بعد المقدمة كلام زبند كلام في الخلاصة كلام ده انا هحاول ابسطه شوية وانا بقراء علشان نفهم المعنى الحقيقي من الجمل اللي انا هقولها دلوقتي حالا من وصايا الكاتب السوري فادي عزام لبنته في كتاب الوصايا بكزي معايا قوي في الكلمة اللي انا هقولهم لك دول الوصايا دي لو انت عاشت بيهم وسمعتيهم كويس هتعيش سعيدة ومبسوطة ومرتحة وحبت رجلة عرجلة كده زي بالظبط واحد اذا تعرضتي للابتزاز بحجة الفضيحة افضح الفضيحة لو في واحد بيبتزك وعايز يعملك فضيحة افضح الفضيحة اتنين الرضا جيد بكل شيء الا بالمعرفة وخاصة للمرأة اذا ارادت ان تكون مميزة ارضي بكل حاجة في عشتك الا بالمعرفة دايما تكوني او عايزة تبقي عارفة كل حاجة في الدنيا عشان تكوني بنت وست مميزة دماغك متكلفة تلاتة اخطائي وتعلمي من لا يقبلك مخطئة لن يقبلك ابدا اللي مش قادر يتقبل غلطك او خطائك عمره في حياته ما هيتقبلك لان ما فيش ملايكة على الارض الكمال لله وحده اللي حيحب اخطائك حيحب عيوبك يبقى بيحبك اللي مش قادر يتقبلهم شكرا المرأة ليست متهدة في مجتمعنا هناك انسان متهد يعود نقصه على الاضعف جسديا او نفسيا اتقني احد فنون القتال يعني حضرتك مش متهدة فيش حد من استقصدك لكن فيه بني ادم بيعود نقصه عليك نقصه النفسي او نقصه الجسدي الجسدي يعني بيضربك النفسي يعني مجننك فبيقول لحضرتك اتقني احد فنون القتال وفنون القتال دي ممكن تبقى كراتيو وكونجوفو وطايكوندو وممكن فنون القتال بالعقل انك تعرفي ازاي تخشي قتال تخشي حوار توجهي تخشي حديث ها وتتقني تتفنني فيه نمرة خمسة سيتوجع قلبك مرة او مرتين هي مرة او اتنين المهم ان تبقي قادرة على الحب المهم ان انت تبقي قادرة انك تحبي المرة او المرتين دور هيوجعوكي هيعلموكي درس عمرك لكن تفضلي قادرة تحبي لان الانسان من غير حب ومن غير مشاعر ومن غير شعور بيبقى انسان جاف بيبقى عايش ميت لكن الحب هو اللي بيحي بيحيكي حب اي شيء مش كازم حب شخص ممكن حب حيوان حب كلب حب قطة حب عصفورة حب ماما حب بابا حب صاحبتي مهم ان انت تبقي قادرة تعيشي وتحبي لا تتزوجي ستة لا تتزوجي رجل لا يحبه عقلك اوعي تتجوزي راجل بقلبك الجوزي راكل ده بيحبه وده بيحبه ده بيقول اه وده بيقول اه سبعة لا يمكن انت انت تحرري وانت غير مستقلة ماديا من يصرف عليكي يحكمك او يحكمك عفوا يحكمك بقوانينه يعني اللي بيصرف عليكي صاحب قوتيومك يقدر يحكمك بقوانينه فعشان كده بيقول لحضرتك ان حضرتك حتكوني شخص متحرر لما تكوني مستقل ماديا لما تكوني صاحبة قوتك لما تكوني صاحبة لقمة عيشك ما حدش هيعرف يمشيكي على مزاجه تمانية اذا قرر من تحبين نفس الخطأ الذي تنتقدينه من اجله اكثر من ثلاث مرات يجب ان تعيد النظر بفكرة الخطأ او بالحب او بنفسك يعني ايه الكلام ده يعني البني ادم اللي حضرتك بتحبيه لو كرر الحكاية او الحاجة اللي انتي ما بتحبيهاش وبتنتقدي عليها ومش عجبكي اكتر من ثلاث مرات لازم تعيدي النظر بثلاث حاجات واحد الخطأ اللي حضرتك مش عجبك اتنين بالحب نفسه تلاتة تعيدي النظر بقى بنفسك يمكن يكون اللي غلطانة مش هو اللي غلطان لكن لازم تعيدي النظر استقبيل المديحة لجمالك بفرح المديح لجسدك بطيبة المديح لعقلك بفخر واقتربي ممن يقدر الثلاثة معاني اللي مبسوط بالثلاث حاجات طول يبه هو ده اللي متقبل شكلك اللي متقبل جمالك وشايفك ست جميلة ومبسوط بعقلك يبه هو ده هو ده اللي يستحق ان يكون قريب مين عشرة الفراغ عدوك الاول اكسي بالحركة كوني راقصة دائما لا تتوقفي عن الرقص وهنا هو عشان انا عملت بحث هنا يقصد حاجتين او في تفسيرين الرقص الحركة والرقص اللي هو كوني راقصة دائما يعني كوني متحركة دائما بسلي وطلعي اسعي اشتغلي خروجي دريسي الحركة 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 مش بيقولك زمان جدتي بجدتيك يبورو في الحركة بركة اه في الحركة بركة كوني راقصة وكمان مش عايب انتي يكوني راقصة الرقص حلو الرقص بيطلع الطاقة السلبية وبيشحن طاقة ايجابية شغف شغف بيولد شغف بيولد حب الحياة بيولد حركة بيولد طاقة 11 العلم وثقافة لا يعني المدرسة والجامعة فقط مش اللي احنا بندرسه العلم مش بس موجود في المدرسة والجامعة دائما هناك شيء يمكن ان نتعلمه من ابسط الاشياء ولو مراقبة نملة لو هتقعودي ترقب نملة هتتعلمي حاجة تعلمي الموضوع مش مدرسة والجامعة مش ماجستير ودكتوراه افضلي طول وقت شخص متأمن 12 انتكوني مرغوبة محبوبة ملفتة للنظر الشو بقى واللبس والحركات هذا يحدث على السطح للقشرة الخارجية المهم ان تكوني قادرة على الاستمرار والفرح حتى بدون كل ذلك يعني انا لازم يكون عندي جوايا البلت ام بتاعي الاحساس بتاع ان انا بحبني وبتقبلني وحتقبلني في جميع الظروف والاشكال والالوان ايا كان هو ايه اه اطور من نفسي طول الوقت اه اشتغل على نفسي اشتغل على شكلي لكن انا متقبلاني وفرحانة بيا كده واخيرا ودي حاجة مهمة جدا لا تكبري ان اخطأتي ما تتكبرش على الغلط ما فيش حد كبير ان يغلط ان اعتذرتي فاعتذري بعمق تأسفي بجد تأسفي من جواكي وما فيش حد كبير على الاسف تأسفي وتعلمي من غلطك او من اخطائك وحاولي تشتغلي عليها ثلاثة لا تتوضعي امام الوضيع ايه واي ايه واتخلي حتى يكسرك ايه واتخلي وضيع يكسرك او يكسر نفسك واربعة ولا تتكبري على ضعيف الاول اللي يعرف ياخد حق وما يخطوهوش الاول اللي يعرف يجرح ويوجع ويدايق وما يعملهوش ده الاوي المتسامح كريم الاخلاق خمسة احترمي عدد من انت في ديارهم يعني احترمي عدد وتقاليد الناس اللي انت بتخشي بيوتهم حتى لو بدت بعيدة عنك الاحترام لا يعني الموافقة يمكن اخش بيوت ناس كتير انا مش متفقة على طريقة تربيتهم لولدهم طريقة تفكيرهم طريقة لبسوهم حتى الاكل والشرب اللي هما بيأكلوه انك لازم احترم البيت اللي انا بخشه دي حتى من مكارم الاخلاق وده مش معنى ان انا موافقة او حتبعه على نفسي او بيتي او عيالي او جوزي او حياتي لكن يوم ما رجلك تعطب عتبة بيت لازم تحترمي الناس اللي فيه اعتقد انه لو احنا خدنا بوصايا الكاتب السوري فادي عزام لبنته اعتقد ان فيه حاج كتير اوي 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 هتتغير في حياتك وركزي اوي على لو تعرطي اللي ابتزاز بحجة الفضيحة افضح الفضيحة اعجبك انا محدش يلو ادراعي انا الكبير مشاهداتي العزيزات وبناتي الحبيبات حالا حنفتح التليفونات علشان نستقبل المشاهدات وندي الهدايا والحلويات ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة